طيب خلينا نحل أول سؤالة لشي اسمه solubility طبعا نظل حكي بنرجع احنا لشابتر 4 فيه مش لازم يكون عندك معرفة كبيرة بالشابتر 4 بس داك تعرف انه mass in بساوي mass out وزي هيك لانه ما بصير عنا reaction بس لما ما يصير عنا reaction يعني ما بصير عنا شو اسمه accumulation مثلا جو system و الى اخيري فانت بتعرف انه بنقدر نعمل mass balance بكل اريحية يعني مثلا دخل فيد هيك لازم يطلع منه كذا نفس الفيد بديو يطلع الجهة الثانية ما في اشي يتكون عندي بالسيستم ما فيه accumulation بس هاي هادنا نوضحه اوكي 150 كيلوغرام تمام 150 كيلوغرام و في ساتشوريتد سوليوشن فعنا ساتشوريتد سوليوشن دخلناها على النظام و في اي جي ان او 3 ات 100 سلسيس اوكي بما انه نحن 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 عارفين شو هسه رح يصير بما انه من 100 سلسيوس اكيد رح يصير في عنا اش بريسيبيتات وهذا البريسيبيتات هاي يعني بالفلتر بالضبط خلينا نشوف احنا ما حكى لك انه شو العملية اللي صارت يعني بهذا من يتعلق صورة جنون هذه برد الخليط من 120 صار عندي جنون صورة جنون بحكى لك بحكين like الكيك نحن نعرف طبعا بيكون مبلول بيكون في وجزء من أصبح هذا مصاببت يحتاج هذا مصاببت و 20% مصاببت حسناً بطبع ، بالحكاك بطبع ، بطبع ، بطبع ، بطبع ، 0.8 من الهواء و 0.2 من الهواء بالضبع يتحرك إلى مصاببت في المصاببت أن الهواء مصاببت حسناً أصبح كثير من الهواء و 0.3 الهواء و 0.3 الهواء و 0.3 الهواء ماذا يريد أن نعيد؟ 0.3 الهواء ما يعني عندما يتحدث الهواء يعني كيف يتحدث معك الهواء بعد أن تصويت و نشفت و كل شيء و طلع معك ، كيف يتحدث الهواء معك؟ طيب ، بحكي لك عن يعني أنت قديش دخلت هنا في المصاببت أنت دخلت كمية معيينة صح؟ مع السليوشن تاتي نسبة اللي طلعت معك بالنسبة لا يعني الهواء يعني آخر إشي أو تقدر تحكي اللي أنا طلعت آخر إشي من الهواء نسبة على التوتال فيد قديش؟ يعني أنت السليوات اللي طلعتهن قديش نسبتهم؟ يعني مثلا ممكن تكون تسعين بالمئة؟ لأنه حكينا ما في بروسس بفصل لك مئة بالمئة فأنت بدك تعرف قديش أنا استفدت من هذا البروسس قديش طلعت منه السليوات؟ الكريستلس بعد نفس الشؤال الثانية بحكي لك كم من السليوات اللي يجب ان تصدق في البيتر سليوات حسنا 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 بالضبط ما نسبة البيتر اللي تنشفت معي؟ اللي لقتت من الفلتر ميش من التوتال بالضبط طلعت عندما دخلت على البيتر وطلعت من البيتر ما نسبت البيتر حسنًا مبدعيًا مبدعيًا كيف ننزل على الرسمي الرسمي هنا أوضح يعني دخلنا 150 كيلوغرام حسنًا 150 كيلوغرام من إيش مكونة؟ في عنا واتر وإيش في عنا؟ في عنا A-G N-O-3 مزبوط؟ حسنًا هل فعيًا أنت بتعرف قديش موجود A-G-N-O-3 وووتر داخل هذه السلوسة آه، أعطينا الفراكشن؟ لا، لا أعطيك هؤلاء الفراكشن؟ لا، لا أعطيك النسب اللي فوق كان قصدي النسب اللي فوق هؤلاء الفلتر كيك أعطيك هؤلاء 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 حسنًا، حسنًا لكن غير هؤلاء هؤلاء أعطيك فقط هؤلاء اللي أنا حاط عني هؤلاء هؤلاء ومعطيك المية وخمسة غير هؤلاء 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 خلال نشوف البروستس ماذا يفعل؟ كريستاليزر الكريستاليزر بعدين بروح على الفلتر تمام؟ الفلتر رح يطلع منه الفلترات اللي هي السوليوشن السوليوشن تمام؟ ورح يطلع منه فلتر كيك الفلتر كيك هي يعني، ليش بيسموها كيك؟ كيك لأنه كيكة يعني، رح تصير طبقة بالضبط، رح تصير زي طبقة زي الكيكة فوقيها، هاي الكريستاليزر زي الحجار صغيرة كي، تتكون بعدين ما تفوت على الدراير جزء منها بروح كووتر والجزء الثاني بطلع ككريستال اوك؟ طبعا من هنا جبنا هذور شو اسمه؟ هاي، هاي سأبرجك من هنا جبناهن الفراكشنز الفراكشنز جبناهم من السوليوبيلتي تاعت ال-A-G-NO3 عند 100 سلسيوشن من هين هذور بتجيبهن؟ هذور ال-Constants بتروح بتجيبهن انت من شو اسمه؟ جدول بس اللي نفترض انه هو بالامتحان بيكون معطيك اياهن اوك؟ هو بالامتحان بيكون معطيك اياهن ايش هو بيكون معطيك؟ هو بيكون معطيك بحكايك انه هايو، هانا بشرح لك اياهن 952 كيلوغرام of A-G-NO3 بالذوب بمئة كيلوغرام هاي هي السوليوباليتي تاعت ال-A-G-NO3 طب كيف بدك تعرف قديش نسبة ال-A-G-NO3 in the feed؟ تمام اللي انا دخلته؟ اي feed انت بتدخله A-G-NO3 تمام؟ رح يكون فيه الو نسبة ثابتة solubility ثابت بصلت؟ تمام فكيف انت بدك تعرف قديش هذا الثابت يعني solubility الثابت اللي انت معك؟ حسنا هايها 952 لكل 100 كيلوغرام طب انا بقدر اطلع قديش نسبة ال-A-G-NO3 وقديش نسبة ال-Water اه طبعا متقدر بتعمل هاي على المية زائد هاي بتعمل أو هايها مكتوبة يعني 952 على مية زائد 952 هايك انت بتاع يعني الفراكشن تاعت الكريستالز على total amount يعني احنا عنا 100 كيلوغرام من H2O في عنا 950 كيلوغرام من الملح يعني هايك انت بتطلع الفراكشن تاع ال-A-G-NO3 ب- ب- 1 كيلوغرام من السوليوشن وصلت؟ يعني انت ب- 1 كيلوغرام من السوليوشن انت بتقدر تعرف قديش قديش في-A-G-NO3 بالضبط وصلت؟ طيب كيف بتعرف قديش نسبة ال-Water طيب؟ بكل بساطة بتعمل 1 نقص الفراكشن تاعت شو اسمه؟ 0.9 بتاع الملح 0.905 بتطلع معك قديش 0.095 كيلوغرام H2O لكل كيلوغرام من السوليوشن وصلت؟ كثير بساطة الموضوع يعني انه هو مش معطيك قديش هو بيجي معطيك السوليوبيليتي فانت من السوليوبيليتي بدك تطلع قديش في فراكشن تاع السوليوشن التي انت تدخلتها يعني انت هاي السوليوشن ما بتعرف قديش فيها ما بتعرف قديش فيها ما بتعرف قديش فيها ما اعطاك قديش في نسبة ملاحو ولا اعطاك قديش في نسبة فانا بروح بتتبع اسلوب اني اروح اشوف من السوليوبيليتي بطلع لي فراكشن وصلت لكل كيلوغرام وهي وفعليا انت دخلت مي وخمسين كيلوغرام احنا منعرف ان السوليوبيليتي لكل واحد كيلوغرام من ال AGNO3 هي 0.905 يعني لكل كيلوغرام من هذول المئة وخمسين رح يكون في عندي 200 رح يكون في عندي 0. يعني تقريبا تسعين بالمية موجودة جوة واحد كيلوغرام من هذول المئة وخمسين والواتر رح يكون لي تقريبا قداش عشر ملمية بزب تقريبا عشر ملمية بزب 0.1 تقريبا حسنا جبنا هذين المعلومتين يعني بالامتحان ممكن يجيب لك هاي ممكن يجي يعطيك هاي وانت بدك ترح تطلع له قديش النسب الملح بالسلسس نسب الملح بالسلسس ونسب الملح بالسلسس ونسب الماء بالسلسس وصلت؟ حسنا هذا الحكي وين صار؟ هذا الحكي صار عند واحد حسنا نظرنا درجة الحرارة من المرة اللى 20 بالضبط انت دخلت على بعد ما طلعتوا من الكراستالايزر شو صار؟ درجة الحرارة قلت لعشرين درجة طيب انت بعدما دخلتوا الكريسالز دخلتهم عن عشرين سلسسسس اكيد سيتقل صلح ولا لا؟ والسوليوبيلتي عند عشرين سلسسسس هي 222 كيلو جرام لكل 100 كيلو جرام اتش تو او تمام تمام فهذا كيف بدك تحسب قديش الفراكشنز تعمل الملح والواتر؟ بكل بساطة بروح تعمل بالزبط قديش نسبة الملح على التوتل بتطلع لك قديش الفراكشن بتارت الملح والباقي بدي يكون ايش؟ واتر اه او او هكي بالزبط فنحن نعرف انه فرست بارت اللي دخلنا فيه عند 100 سلسيوس كانت هاي ها نسبة للملح والمي بعدين بعد ما عملنا كول داون بعد ما طلع عملي كريستالايزر هانا لعشرين سلسيوس صار درجة الحرارة عند 20 سلسيوس الذائبية تاعت الملح اختلفت اوكي فعشان اختلفت الذائبية تاعت الملح بما انها قلت معلته اكيد نسبة الملح شو يصير؟ بالزبط تتغير بالزبط تتغير فصارت نسبته 0.609 و 0.311 من الواتر و 0.689 من الملح اوه احنا كثير قلت يعني كانت نسبة تقريبا 90% من بالزبط بالزبط احنا محدود 70% 100% طيب فحسنا ماذا نفعل؟ اوكي اقول لنا ندخي على الفلتر والفلتريت وفلتر كيك خلا نشوف شو يشو يسوي اوكي هاي طلعنا اول نسبة ثاني نسبة ثاني نسبة ثالث نسبة رابع نسبة عند 20 سلسيس وهذا عند 100 سلسيس اوكي بعدا طلعنا فلترات M3 هذا ما نسميه يعني هاي طلع كيف 150 دخلات طلعت لي M1 و M2 مضبوط متوسف اوكي بطلعت لي كم اقدر كم ا horrاصل إلي انت برضا هي فهم الشغلة ليس بس انك انت تحفظ يعني الكريستاليزر منطقيا ما سيطلع لي اكيد سيطلع لي كريستال و سيطلع لي موحي الفلتر سيطلع لي و سيطلع لي و سيطلع لي كريستال و برضو نسبة من أغسك سيبتلت علي موجودة طبعا بظلها موجودة عبا ما تبخرها لما تفوت على الدراير راح تفصل هؤلاء الثنان الكريستالز عن ال H2 فطلعها كيف تعمل هو بحكي لك بنعمل ديجريز وفريدوم اللي لحد هادا ما هادا ما عرف كيف نعملها غولتاك ما علينا منها فهذا انت عندك هذا البروستس خلين نعمل زوم 150 كيلوغراوم كذا 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 بدي شدر نعيد بالنسب منا نطلع ال M1 وال M2 وال M3 وال M4 وال M5 وال M6 طيب ايش الطريقة الانسب اللي انا اتبعها تمام من وين ابلش يعني؟ من وين ابلش؟ ايش المكان اللي فيه اقل متغيرات مش الوسط تمام ايش اللي فيه اقل اه بل الضبط بل الضبط بل الضبط بدك تشوف اين فيه اقل موجودة موجودة بس ثمان اين موجود فيه عندي؟ اقل الانونس موجودة عندي اوكي وين موجود فيه عندي؟ اقل الانونس انا بدي اروح ادور عليها بدي اروح اشوف مثلا عندي الكريستاليزر هل اروح امسك الكريستاليزر بالفلتر الساحل و لا اروح امسك الكريستاليزر بالفلتر و اروح امسك الفلتر والدراير وين فيه اقل اناونس عشان انا اقدر اطلع لانه منطقيا اذا فيه عندك ثلاث اناونس و تقدر تسمع من هذول ثلاث ادور مقبل مرح تقدر اطلع كداش الانونس انتظار قداش الانونس من خلال حيث أنضاء. وصلت. فروت ما يفعله. اخبرك ال H2 بلانس في الهاتف وفلتر. من المختار الرقمي وفلتر؟ لانه انا يوجد فيه 150. يوجد هنا 0.905. لذلك تمام. اضطلع الرقمي وفلتر. بالضبط. بالضبط 100% فشق علينا بالنص انت ما يهمك ما يهمك ما يدخل وشو طلع اعتبرهم خلص زي مشين واحدة 100% اعتبرهم زي مشين واحدة بهمك شو دخل هذا البروستس وشو طلع منه ما يهمك اي شيء ثاني طيب خلينا نشوف الكريساليزر شو دخل عليه دخل عليه دخل عليه 150 منه 0.905 و 0.095 مزبوط مزبوط شو طلع منه طلع منه M3 وPM3 مزبوط 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 هش في مزبوط 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 هي في اراف مزبوط مزبوط 150 مزبوط مزبوط هذه الاوان جميل جميل هاي اول إكواجين طب ثاني إكواجين ممكن تستخدم لي فراكشنز صح ولا لا ايش في اشي ثاني مقدر استخدم فيه م ثري و م فور اللي هم لي فراكشنز يا بتروح تاخد الفراكشن تاع الملح يا بتروح تاخد الفراكشن تاع المي انت حر بنحلب اكثر من طريق السؤال نخطة الملح لا نخطة الملح لا نخطة الملح لانه هو المشهور حاب الدوسية طبع طبع هايو بحكي لك H2O حسنا انت زي ما سوينا حسنا ال H2O حسنا انت زي ما سوينا حسنا ال H2O و تقدر تسويها برضو للملح نفس الاشي راح قللك مية وخمسين ضرب الفراكشن هايها بتاعته بتساوي M3 ضرب الفراكشن تاعت المي اوكي زائد الفراكشن تاعت الووتر تاعت السوليوشن ضرب الووتر تقدير بالك يعني M4 الفلتر كيك عبارة عن شو عبارة عن كريستالز و سوليوشن طب السوليوشن مش مكونة برضو من كريستالز و ووتر اوه فانت بدك تروح تاخذ النسبة تاعت الووتر تاعت الووتر وصلت اللي اوه بدك تروح بس تاخذ ووتر ووين ما في ووتر بدك تروح هاي الووتر هايها 0.095 ضرب الفيد وهنا 0.311 ضرب الفيد ضرب الفيد اوكي وهنا وين في ووتر هاي ال 0.2 مقسم لها هاي وهاي اوكي مقسم لها salt ومقسم الووتر انا بدي اخذ التحت بس التحت قداش نسبتها 0.2 من ال M4 فبدك تروح تضرب بال 0.3 0.311 بال 0.2 عشان تعرف قداش نسبت الووتر وهاي بدك تضربها بال M4 بالضبط اوه يعني هاي بهاي بهاي بالضبط بالضبط وين ما في ووتر وين ما في ووتر وصلت وين ما في ووتر اوه فانا عرفت طبعا هاي عشان نشرح الطريقة ابسط يعني هذا الحكري انا احس انه فينا سكي رح تتعقد منه اذا فينا سكي رح تتعقد منه اذا فينا سكي رح تتحضر الفيديو 0.311 0.311 اوكي من الووتر طيب هذولا تبعات دايريكت لل M4 لا طبعا تبعات لل 0.2 من ال M4 عشان هيك احنا ضربنا 0.311 ضرب 0.2 عشان نطلعها لل M4 اوكي تمام هاي هو سواها طلع M3 M4 هم المجهي اللي عندي هنسوي كمان اكواجين تكون فيها M3 و M4 موجودات فراح قلك اوكي يعني انت دامن هيك total mass balance H2O balance هيك كونت معدلتين هي بتتوي total balance وبتقدر تسوي A-GNO3 ها A-GNO3 ها بس انا بدي شعجي قديني يعني بس عشان ورجع انه مقدر تقدر تحلو بتلقفاني هاي ها ارجع 0.905 ها موجود عندك ضرب المية وخمسين هاي واحدة اوكي على الشمال هاي طبعا بتظلها زي مهي 150 تسوي M3 زاد M4 اوكي اوكي طيب روح على اليمين هنا ورا الفلتر اوكي ضرب 0.6 M3 ضرب 0.689 هاي برضو هاي طلعناها ضرب M3 اوكي طيب M4 0.8 ضرب 0.2 ضرب 0.689 لا رح يكون حسنا كماذا نسبة الكريستالز 0.8 صح طيب حسنا نسبة الثانية رح تضيفها ضرب ما رح تضربها لانو انت متى بتضرب انت بتضرب انت بتضرب اذا كان نفس 0.8 بنحضر لها هاي اللي فيها هاي بالضبط هاي رح تكون نسبة 0.8 زائت 0.2 ضرب 0.689 وصلت هاي هي النسبة تعتلي الملح الموجود عندك فانت ضرب M4 بالضبط يضرب M4 فبتعمل بردو اكواجون رح يطلع عندك رح يطلع عندك M3 بساوي اه توقع 20 اه بطلع عندنا 20 والM4 بطلع عندنا 130 اوكي هاي معك M3 وهي معك M4 بطلع عندك بطلع عندك م5 وم6 اه م3 20 م3 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 والفلتر كاكي بيكون ماخد المجرد بالضبط بالضبط بطلع عندك اوكي كمل طبع اه اول شيء انت شو بتقدر تعرف هاي ما جهل ثاني قال لك انا بقدر اعمل اذا بدي اذا بدي بقدر اعمل AGNO3 ماس بلنس تمام اه 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 بس اه اول الاخره من اللي دخل على الكريستاليزر اللي طلع من الفلتر واللي طلع من وين م5 وم6 اه بالضبط بس بس لصولت يا م5 اللي دخل هون من. الصولت اللي طلع هون من الصولت واللي تطلع من هون من الصولت واللي فوق وسلت ولل M5 اه ال M5 عشانيك MD قمت بvit الايضاة, او انت حكيت بسك سوي للصيب. اوه او بالزبط او اوي او يوقف او المية وخمسين اللي دخلت عني. يعني لو سوي او او. اوكي عشان لك ما اخذ. بصرفها كثير متغيرات لو اخذ لو سوي بالنص بدل. بالزبط بصرفها كمان تغير اللي هو ياس 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 بصرفها بالزبط. حسن بعملها هيك على. ياس. بعدها بريزع بعملها على. مية بالمية. مية بالمية. انا بعرف انك فهم. يعني يعني رسو مية وخمسسين ضرب 0.905 وين اشل دخل على البروضس و اشل من المطابق بشكل عام هذا خط طلع من البروضس صح؟ هذا هذا الفلتراتو وهذا خط طلع من البروضس وهذا داخل على البروضس هى انها ثالث خطوط هذا طلع 150 ضرب 0 هذه وهذا كم نسبة ملح؟ 0.689 ضرب م3 والم6 انا احنا معنا م3 فهاك تقدر تطلعه او في طريقة ثانية كنت تقدر تطلع في هالم6 اشيئ؟ زين ما انا توقع ان كنت كنت تتحدث عن هذه إنه M4 بما أنه طلع منها AGNO3 ونحن نعرف كيف نسبت لها AGNO3 وهي 0.8 زائد 0.2 ضرب 0.689 M4 بتساوي M6 إنه طبيعي يعني راح يفوت منها هان راح يطلع M6 طبيعي جدا يعني ونسوي نقليكت لها M5 لأنه ما فيش فيها ملح يعني أنا لو أحسب نطلع M6 أنا لو بدأ أجي أحسبها على الحاسبة 0.8 زائد 0.2 أنا قاعد أحسب بهاي 0.689 ضرب 130 راح يطلع معك أتوقع دعني بالله أشوف ضرب 0.2 x 0.689 أستنى بس أشيل المئة وثلاثين احنا هسا عرفنا النسبة ضرب بالضبط بطلع 122 هاي يعني لو أنت راح تحسبت بس هاي الجهة هاي 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 0.8 الـ M4 راح تربطت بالـ 0.8 زائد النسبة اللي طلعت من هذولا تمام زائد ضرب زائد النسبة اللي طلعت من 0.2 ضرب 0.689 أو هاي بدي أحسب لك يا هاي سيدي 0.2 ضرب 0.689 نشوف قدرش النسبة بتطلع 0.13 يعني أنا بقدر أحكي 0.8 زائد 0. بتقدر تحكي 3.780 هاي اجتني من وين من السوليوشن من السوليوشن وهي من وين اجتني من اللي كريستالس وصلت تجمع النسب مع بعض وبتضربها ضرب M4 وتطلع معك M6 عادي انت زي ما بدك السؤال من حل زي ما انت بدك مش زي ما الدكتور في قيله كثير طرق وصلت هاي طلعنا قدرش الـ M6 طيب طلعت الـ M6 مش أنا بهمني كان قدرش نسبة الـ ريكوفرد هاي ايش كان السؤال بطلب منك قدرش نسبت the amount of recovered dry crystals ايه dry crystals اوكي المنافسية بالضبط الـ solid crystals قدرشت له معنا 122 كيلوغرو هاي هاي اول جواب طيب الـ % recovery قدرش الـ % recovery اللي هي 122 على 150 او او اسف بدك تعمل 122 اتوقع على النسبة السولت اللي دخلت مش السوليوشن كاملة يعني بدك تحسب نسبة سولت عن نسبة سولت كيف كانت نسبة السولتان تضرب هاي بهاي بتطلع عندك التوقع هاي بالـ solution كامل اللي بدنا نطلعه لا حسنا انت بدك تقسم نسبة السولت اللي طلع عن نسبة السولت الدخل طيب كيف نسبة السولت الدخل له 0.905 لانه فيه مي اه اوكي وصلت مش من نسبة كاملة لا 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 اصلا دائما انت لما تقسم شغلتان ع بعض لازم يكونوا نفس الاشي ما بصير اقسم انا اه سولت على ووتر زائد سولت لانه انا بدي نسبة سولت بالنسبة لسولت اوكي وصلت هو بده سولت بالنسبة لسولت فهيو بالضبط هايو عمل 122 طلعت معنا على نسبة السولت بالفيد ضرب الفيد فطلعت معه تقريبا قداش 90 بالمية يعني كانت عندنا تقريبا 90 بالمية وعشان تعرف السورة بالمية هاي المعنى الوطر يجب ان تقريبا قداش في المصر يعني اللي طلعت من الدراير قداش ليهي مفيف 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 تقدر طليعها باكثر منطريقة كيف مفيف بتقدر طليعها من هنا نعم نفسها 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 من تحت من الواتر هي ها تقدر تعمل 0.2 0.2 اللي هي هاي تمام ضرب الواتر 311 يعني 0. ضرب 0.3 ضرب الامفور ضرب الامفور اللي هي 130 تطلع معك خلينا نشوف قداش تطلع تطلع ثمانية بالزبط بالزبط بتطلع ثمانية روح سيبها على الحسب تطلع معك بالزبط 8.086 تطلع معي على الحسب وصلت فهي طلعنا نشوف مبدعيا لازم تطلع ثمانية كدرون نتحسبها اه يس اذا انت رحت حسبت التوتال ماس بالانس وانت عند حسبنا في عشرين ومية واثنين وعشرين فبيضل تطلع ثمانية يس اكزاكلا مية بالمية مية بالمية مية بالمية يس بس سايحي والله يعني اذا مية واثنين وعشرين ونطلع الثانية ثمانية يعني باقولك بنحل باكثر من طريقة بس احنا عشان نفهم يعني كيف تعمل البروستس يعني اذا انفور كانت مية وثلاثين والسولد طلع منها مية وثلاثين وعشرين اكد بيضل ثمانية يعني ها مية وثلاثين بتساوي مية وثلاثين وعشرين زائد قداش ثمانية لو تعال الووتر اللي افابوريتو يعني بس هاي هي بالنسبة لي ايش لا الكريستاليزر فرع الاول تمام يعني هاد بالنسبة لي الكريستاليزر هاد السؤال ثاني برضو على الكريستاليزر بس رح نسوي بفيديو ثاني وان شاء الله بجمعهم مع بعضين الويديوان تمام اه بكون احسن اشتركوا في القناة